اهلا بيكم عزيزان مشاهدين في حلقة جديدة على القناة تدريب كلاب بحييكم وبحيي كل مشتركين القناة. لو انت عندك كلب نحيف وعندك مشكلة معها ان الكلب مش بيسمن الحلقة دي هتهمك جدا وهتلاقي فيها حل لسحد. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن ازاي تسمن الكلب النحيف. اهلا بيكم مرة تانية في حلقتنا ازاي تسمن كلب نحيف. الكلب نحيفة اكيد النحافة نفسها هي لها اسباب. وكمان لها علاجات. اسباب النحافة لو انت ما عندكش خلفية عندها لازم تبقى عارف ان الكلب بيكون نحيف لسوق التغذية. او ان معدة الكلب عنده عصرة هضمة فما بيقدرش يخضم الاكل كويس. فعلشان كده ما فيش امتصاص للتغذية في جسم الكلب ما بيزيتش. الحاجة التالتة ان ممكن يكون الكلب عنده ددام في معدته فبتأثر على الاكل بتاعه على امتصاص التغذية فبرضو بتخلي الكلب نحيف. الحاجة الرابعة كمية الاكل اللي انت بتحطها للكلب هي مش مناسبة لسنه خالص. الحاجة الخامسة واللي انت هتعرفها في الفيديو النهاردة هي اللي هتساعد معاك ان الكلب يتحسن بشكل كبير مهما كانت مشكلته. اول حاجة علشان تهتم بي جسم الكلب وتغير من تفاصيل جسمه لازم تثبت معاد للطعام. ويكون المعاد ثابت وما تغيروش ابدا لان الكلب هيبقى جسمه على استعداد للاكل في الوقت اللي انت محدده له. لكن ما تحطش الاكل على مدار اليوم ويكون الاكله قدام الكلب الطول اليوم لان كل ده هيؤثر على الكلب حتى لو كان بياكل كويس في الاول هتلاقي بدأ الموضوع يتغير وهيبدأ الكلب يقل في نسبة الاكل بتاعته بالتدريج. بعد كده هتلاقي الكلب بدأ جسمه ينحف ويبقى شكله ضعيف. خلي معاد ثابت لي الاكل. الكلاب اللي عمرها اقل من تلت شهور بتاكل اربع وجبات في اليوم. الكلاب اللي عمرها اكتر من تلت شهور بتاكل تلت وجبات في اليوم. الكلاب اللي عمرها اكتر من ست شهور بتاكل وجبتين في اليوم. الكلاب اللي عمرها وصل سنة بتاكل واجبة واحدة في اليوم. الاكل اللي انت بتقدمه للكلب لازم يكون في كل الفيتامينات والمعادن اللي توصل للكلب نسبة التغذية السليمة. علشان يبقى جسم الكلب كويس ومعقول. جرعات الددان لازم تكون دورية مع الكلاب كل شهرين اقصى مدة تكون مدي لكلب جرعي الددان بحيث ان الكلب تبقى مادته دايما نظيفة. حاول ان انت تفصل كل اسبوع يوم اكلة عن الكلب. يعني مش كل يوم تبقى بتأكله. لا يوم واحد كده تديه فاصل ما يكلش فيه خالص. ليه اليوم ده? علشان معدة الكلب تفضى وفي نفس الوقت كمان لو في عنده اي شيء حيبدأ يعمل له بكتيريا في بطنه حيبدأ ان هو باخراج الفضلات من بطنه لما بيتبرز او يتبول بيبدأ ان الحاجات دي كلها تخرج من معدته وبتبقى بطنه فاضية بعد كده بتبدأ ان انت تأكله فبتلاقي عملية الهضم معاها شغالة كويس يعتبر يوم صيام كل اسبوع. الحاجة الخامسة والحاجة المهمة جدا واللي هتحول كلبك من كلب نحيف لكلب اسمين هي الخميرة. الخميرة من الحاجات المهمة جدا في تغذية الكلاب لانها تعتبر مكمل غزائي وغير كده هي فيها فيتامينات عالية اوي زي البوتاسيوم والماغنيسيوم والفوسفور وغير ان فيها فيتامين به بشكل كبير جدا. فيتامين به ده لوحده هيخلي الكلب بتاعك يتحول تماما وحتلاقي الكلب بقى جسمه كويس جدا. لكن اهم حاجة النسبة اللي انت بتديها للكلب من الخميرة ما تكونش نسبة كبيرة. تكون معلقة صغيرة تقدر تحطها على الاكل بتاعه. وغير كده هي هتفتح شهية الكلب جدا لو هو مش بياكل كويس. اي اكل انت شايف الكلب مش بياكله تقدر تاخد معلقة من الخميرة صغيرة وتفرشها كده على الاكل. هتشتري الخميرة منين? هتقدر تشتريها من سرجة. من محل سوبر ماركت. ممكن تجيب قالب الخميرة مش هيكلفك اكتر من خمستاشر جنيه. اقصى رقم ممكن تدفع عليه. من عشر جنيه خمستاشر جنيه. تاخد منه معلقة صغيرة على الاكل بتاع الكلب بتاعك. هتلاقي الوضع بدأ يتغير معاك تماما. لكن اهم حاجة لازم تهتم بالخطوات الاولانية ان يكون الكلب واخد جرعة الديدان وتكون متأكد ان معدته كويسة وما فاش اي حاجة. وبعد كده هتبدأ ان انت تضيف معلقة الخميرة على الاكل بتاعه معلقة صغيرة لو هو مش بياكل كويس. وغير كده يكون برضو معادل اكل سابت. بكده هتحول الكلب بتاعك من كلب نحيف لكلب سمين. ان شاء الله فترة قصيرة جدا. وهتلاحز التغيير ده مع الوقت اسبوع بالكتير ان شاء الله هتلاقي الكلب اتحول تماما. يا رب نكون استفدنا بحلقة النهاردة. ما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.